طبعا جمهور الاهل احنا عارفين الكل دايما طموحه وثقته في اللاعبين بلا حدود وعندنا طموح فيه اكتر واكتر واكتر ولكن بكل الحسابات الاحترافية والحسابات الفنية الكرة القدم الجهاز الفني بقيادة ريني فيلر قدر يحقق ما اراد من هذه المباراة ومن اجمال لقائين فاز على ملعبه كان له السبق في التهديف تفوق في بعض فترات اللقاء هدد مرمى المنافس وباجمع الاراء اضعنا اهداف كثيرة جدا وفرص كانت شبه محققة في التلت ساعة الاخيرة من عمر المباراة واخر عشرين دقيقة وكان الجمهور حتى طموح جمهور الاهل في تحقيق فوز على المنافس على ملعبه ووسط جماهيره وهو ما كنا قابخ خوسين او ادنى من تحقيقه يعني ما كناش موفقين او كنا محتاجين بس التركيز اكتر لكن اللاعبين حققوا كل المطلوب او نفزوا والتزموا بكل المطلوب منهم التاكتكس الجانب الفني والخططي المحدد طريقة ادارة الجهاز الفني بقيادة فيلر لهذا اللقاء بافضل شكل ممكن السبق في التهديف وان احنا كان لنا السبق وكنا اول من احرز اهداف في هذا اللقاء قبل ما يدرك سانداونز التعادل واضعنا فرص كثيرة جدا وهددنا مرمى المنافس في اكثر من فترة من فترات اللقاء اعتقد باجمع الاراء ان احنا حققنا ما اردنا من اجمال المباراتين ومن المنافسة في دور التمانية او ربع النهائي وان شاء الله القادم افضل بالمواجهتين مع بطل المغرب فريق الوداد ان شاء الله يكون لفريقنا ونجمنا في نادي الاهلي لغلب على فريق او بطل المغرب والصعود من جديد لنهاء البطولة الافريقية بل واحراز اللقب ان شاء الله مع استمرار الجانب الخططي والتركيز على تدوير اللاعبين والاعتماد على افضل عناصر ممكنة وعلى الاستفادة بكل القوى الضاربة للنادي الاهلي اللي بيتكلم افراد الجهاز المعاون انهم ميزة وسلاح قوي جدا في يد الجهاز الفني للنادي الاهلي وبيساعدهم على سياسة التدوير وانه ما فيش لعب النهاردة في الاهلي يعد لعب اساسي ولاعب بديل لكل نجوم لكل لهم ادوار في كل المباريات والمنافسات المحلية والدولية